الله أكبر الله وأكبر درنة حاضرة الجبل بعد أكثر من ستة أشهر من طرد ما يسمى بتنظيم الدولة منها لم تعد تشتكي إلا ممن يسمون أنفسهم جيشا ليبيا حيث باتت المدينة تشهد سلما أهليا داخلية ونسبة عالية من الأمن إلا ما يتم من خطف ومضايقات للمواطنين على تخوم المدينة وحصار وتجويع من ميليشيات الكرامة يوم الجمعة نظم الأهالي وقفة احتجاجية في وسط المدينة نددوا فيها بالحصار الذي تفرضه ميليشيات حفتر عليها وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين الذين تم خطفهم على بوابات المدينة اشتباكات مسلحة بين مجلس شورى المدينة وميليشيات الكرامة التي تمركزت في جامعة لفتايح وأرسلت قذائفها المدفعية على حي لفتايح الشرقي مما أدى إلى نزوح المدنيين بعد إصابة طفل وسقوط القذائف على عدد من البيوت اشتباكات الفتايح أدت إلى إعلان مجلس شورى درنا أن المنطقة الممتدة بين جامعة الفتايح ومرتوبة منطقة عسكرية وفي بنغازي رصد ثوار المدينة تحليقا لطائرة بدون طيار في سماء جنفودة بينما تم استهداف الصابري ووسط البلاد بطيران أجنبي ومن جهة أخرى استمر صد قوات الثوار لمحاولات التقدم التي تقوم بها ميليشيات الكرامة في محاور القتال حصار وقصف لمدينة درنا رغم استقرارها داخليا وحصار وقصف لجنفودة وأحياء بنغازي تقابلها السلطة السياسية المقترحة من الأمم المتحدة بالصمت التام بينما لا يسع مجلس النواب المنحل في طبرق إلا تأييد ودعم كل ما تقوم به ميليشيات الكرامة فيما يرى محللون أن ما تعانيه درنا وبنغازي في شرق البلاد لا يعد كونه دفعا لفاتورة رفض الانقلاب والتصدي لمشروع عودة العسكر